شارك سعادة دكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام في أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباطة وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تدعم كل الجهود الرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك في جميع القطاعات إدراكا وإيمانا منها بأن التضامن العربي في هذه المرحلة يشكل سياجا لحماية أمن دولنا وشعوبنا في الحاضر والمستقبل وركزة أساسية للحفاظ على ما حققته دولنا وشعوبنا من مكتسبات وشدد سعادة وزير الإعلام على ضرورة بلورة رؤى إعلامية عربية شاملة تتنسب مع متطلبات العصر وتتواكب مع التطور في تقنية الإعلام والاتصال والانتشار المتزايد للفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي وبما يدعم تطوير صناعة الإعلام ويعزز من دورها المؤثر في دعم مختلف القضايا العربية ونوها سعادة وزير الإعلام إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب وفي مقدمتها مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية بالإضافة إلى تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية ومشروع الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام البيئي وهي قضايا تحتاج إلى مزيد من التركيز الإعلامي عليها والتعريف بالجهود الرائدة التي تبذلها الدول العربية في مجالات التنمية والحفاظ على البيئة وأكد وزير الإعلام أن استضافة مملكة البحرين لاجتماع القمة العربية لعام 2024 يجسد ما تليه المملكة بقيادة حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من دعم واهتمام للعمل العربي المشترك وضمن مساعيها الخيرة لوحدة الصف والتضامن العربي بما يحقق الخير والنماء للدول والشعوب العربية ويساند قضاياها العادلة ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة وشدد سعادته على أن اختيار مجلس الوزراء الإعلام العرب لمدينة المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024 يعكس ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة مربوقة في مجالات الإعلام والثقافة وما تمتلكه من أجواء تدعم حرية الإبداع بمختلف أشكاله مؤكدا سعادته أن مملكة البحرين ستواصل العمل خلال هذه الفترة بكل طاقاتها من أجل تعزيز الزخم الإعلامي في كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويلبي الطموحات التي تدفع مسيرة العمل العربي المشترك إلى الأمام في القطاعات كافة وأشد سعادة وزير الإعلام بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة في استضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب والاجتماعات المصاحبة وما قدمته من تسهيلات تنظيمية وهو ما يؤكد ما تتمتع به المملكة الشقيقة من إمكانيات متميزة وما توليه من حرص على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيزها هذا وقد أعلن مجلس وزراء الإعلام العرب بأن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء قد أقروا استضافة مملكة البحرين أعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب العام المقبل 2024 إن المتتبع للمشهد الإعلامي في عالمنا اليوم في ظل هيمنة الإعلام الرقمي بمنصاته المتعددة وانتشار الذكاء الاصطناعي بما يحمله من تحولات ستعيد تشكيل سبل التعاطي الإعلامي مع الأحداث على مستوى العالم يجعلنا كمسؤولين عن هذا القطاع الحيوي أمام مسؤولية تاريخية في الحفاظ على قيمنا الإسلامية والعربية والوطنية وحماية مجتمعاتنا من سيل الأفكار والمعلومات التي قد يهدد بعضها منظومة قيمنا وأمننا الوطني وتأكيدا على ذلك أود أن أشير إلى ما أكد عليه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الشهر الماضي والتي ورد بها بأنه ومع تعدد وتنوع الأدوات الصحفية والإعلامية في عالمنا اليوم تتزايد أهمية التركيز على عنصر الحقيقة في تناول المواضيع باعتبار أن الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة حق أصيل للمتلقي وواجب على كل صحفي مشددا جلالته على أهمية أن يتداخل مفهوم حرية الصحافة مع التصدي للمعلومات المضللة لما لها من آثار قد تكون مدمرة على المجتمعات والمؤسسات وحقوق الإنسان بما قد تسببه من خلق للفتنة وتشتيت للجهود التنموية ولعل استضافة مملكة البحرين أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين في العام المقبل خير دليل على ما يوليه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من دعم مباشر للعمل العربي المشترك وجهود المملكة لتحقيق التضامن العربي بما يعود بالخير والنماء على دولنا ويعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الحضور الكريم قتاماً أود أن أتقدم لمجلسكم الموقر بخالص التقدير على اختياركم المنامة مدينة وعاصمة للإعلام العربي لعام 2024 تأكيداً لما تحظى به مملكة البحرين مما كانت طيبة في قلوبكم وما حققته من نجاحات كبيرة في مجالي الإعلام والثقافة مؤكداً لكم أن بلدكم مملكة البحرين ستواصل العمل بكم ومعكم بما يلبي الطموحات ويدفع مسيرتنا المباركة إلى الأمام شاكراً لكم جهودكم المبذولة ومتمنياً لأعمال اجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته